السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع. هذا الفقر مع كتابين الذين سوف نفهم. مع عنوان جديد كما نراحض هنا. عندنا الجو جاكي نيم بالبروية. جاكي نيم بالبروية. إذا نتكلم عن جاكي الذي لا يحب الضجيج. المقصود به الضجيج. كالعادة نأخذ هذه الكلمات. نحن نتكلم عن النقطة تسمى اللو بوين. هناك جريدة مثل فرنسية تسمى اللو بوين. ممكن احيانا نتكلم عن النقطة في حدي داتي نقول مثلا. نقول عن النقطة إلى السطر. طبعا ممكن أن الأستاذي يقول هذه الجملة عندما تنتهي الجملة. نصيبك لفخاز. تنعرف بأن الجملة تبدأ بحرف كبير ثم تنتهي بنقطة إذن عندما نقول مثلا نقطة إلى السطر المقصود بأن الجملة انتهت هذه العبارة ممكن أننا نقولها ليس من أجل وضع نقطة ثم العودة إلى السطر من أجل بداية جملة جديدة بل نقولها أحيانا فقط في الكلام كذلك لنقول بأن الفكرة انتهت ما دامت أن الجملة انتهت بوضع نقطة فعندما أقول مثلا في كلامينما المقصود بأن الكلام الذي قلته لا زيادة عليه هذا الكلام هو صحيح لا زيادة عليه ولا تغيير إذن نتكلمون عن point على لين نقول مثلا نفزون الpoint sur l'avancement de cette integration très attendue نفزون الpoint كما نقول نحن نعمل النقطة sur l'avancement على التقدم على التقدم de cette integration لهاد الانديماج ربما هناك انديماج بين شركتين أو انديماج أشخاص مثلا في مجتمعين ما إذا نتكلم عن integration ومنما ترى الوفاب integrer très attendue الجد منتظر أحيانا نتكلم عن الوفاب أتند إذا المقصود هنا نفزون الpoint المقصود بأننا نركز نفزون الpoint المقصود هنا بأننا نركز كما نقول بأننا هنا نفعل النقطة عندما نضع نقطة أصغر ما يوضع في الكتاب كما نتكلمون عن تركيز نفزون الpoint نحن نعمل النقطة المقصود بأننا نركز على مقصود تركيز على نقدم مع ذلك من مقصود جد منتظر نقول أيضا قوش ما نقول نقدات النقداء ل ACC PRESIDENCA صحيح الذي نقدت لها نقدات النقداء لها نقول مثلا نبدcor بالثلاغ المحاجم يسخ بطفل المتعلقة بالمعايير والرغlement technique ثم بالقوانين التقنية إذن فلنبدأ بالمعايير والقوانين التقنية كماسون بالمعايير والقوانين والرغlement technique ثم عندنا كلمة البروء إذن نتكلم عن الدجيج نقول مثلا نوزاون رسي بلزير بلينت نوزاون رسي 조عور Haven لزير بلينت للمعايير pourrait بلينت إذن نحن تلقينا نحن نوزاون وتلقينا والقوانين تعطا إذن نوزاون رسي نوزاون رسي نحن تواصلنا نحن نوزاون نحن نوزاون ونحن نوزاون اتت threads تمنع только ومعايير لحمه نحن نوزاون نحن نوزاون الفعل لذرب رسوفر نحن تلقينا هذه تجي من فعل فيما يخص الضجج ستدرس المتعلق بهذا العنوان إذن عندنا عنوان مثلا عنوان ومنزل يحدث في الكثير من الضجج الكثير من الجيران مثلا أنهم يشتكون من هذا العنوان نظرا للضجج المنباعد منه نوز عوصي بلزير بلانت بالبروية كونسرنا ستدرس ثم عندنا عاد ايلمين البروية دفن ايامليور لاكلار دي اوديو إذن يساعد في ازالة البروية الدفن 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 العمق ضجج العمق المقصود ضجج الخلفية كما نقول ضجج الخلفية او العمق كما نتكلم عن ضجج هنا ينباعد من بعيد انصح التعبير ايامليور لاكلار دي اوديو ثم انه يحسين وضوح الصوت ثم يحسين وضوح الصوت كما نقول هنا ساعد في ازالة الضجج الضجج الخلفية ايامليور لاكلار دي اوديو ثم يحسين وضوح الصوت ثم يحسين وضوح الصوت ممكن انه تقرأ على وجهنا نقول مثلا يد اا اماليور اللو بروي دي اوديو نقول ايامليور اللو بروي دي اوديو دي اوديو ساعد في ازالة ديج الهمق أو ديج الخلفية ايامليور اللو بروي ثم حسين وضوح الصوت ايامليور كما نقول للمات ليسر المحسين لابده لابده نحن مكمل لابده إذا است bottle ، هو محلظة و تعطي ، نريد الفيسي THEY Ч ejerc Sy MICHELLE و تعطي نقولر الله سعيد ه plant أتفاق هل توفد نتفاق من شغيرة محلسة غام محلسة من ليس لديه بات الأخrieben قد يمكن أن يساعد ذلك هذا يعطي إمكانيات إزالة أو مسحة بشكل سريع هذا يعطي إمكانيات أن تنسح أو تزيل بشكل سريع وكما تنسح أو تزيل بشكل سريع يوجد للمسحة يوجد للمسحة كما تقول للم نقول مثلا عندما تسأل يسأل يسأل عندما تسأل يوجد للمسحة هذا يفعل كما نقول سأل كما تسأل عندما أسأل ثم نقول عندما ينام بغيام أنه يمضغ بصوت مرتفع إن سأعتبر بغيام كما تلاحظون بأن هذا الضغب في كلمة بغوي بغوي يعني الضاجيج الذي رأينا قبل قليل كما نقول بضاجيج أنه يمضغ عندما ينام بغيام بغيام كما تسأل عندما ينام بغيام أنه يبدأ في المدر بصوت مرتفع أنه يحدث في المدر عندما يبدأ نبدأ في كلمة 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 نقول نتكلم عن تطبيق 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 مثلا في الحاسوب او في الهاتف. ثم نقول مثلا. لسي لي في كمينت دون فتايير فيد. اتركوا الاوراق. لسي لي في. اتركوا الاوراق. طبعا ممكن نتكلم عن لي في. اوراق الدفتر. لكن هنا نتكلم عن اوراق النبات. اذا نتكلم عن اوراق نبات من النباتات. مثلا أوراق شيء إذن لسيلي في كالك منوط إذن أترك الأوراق بضعة دقائق في إبريقكم الفارغ ثم عندنا كلمة كم نتكلم عن صورة قبيح نقول عن شيء بنا وفلا كم نقول أنه قبيح لوفلا كري إذن نتكلم عن صورة القبيح إذن كلمة كري تأتي من اللوفير كري في الصراخة نقول مثلا لوفلا بورت أشابو دو بلوي مين بارطان كلاير لوفلا عندما نتكلم عن لوفلا كما عندنا هنا نتكلم عن كلمة اسم إذن مقصود بها الإنسان شرير مثلا أو القبيح لكن كما رأينا قبل قليل لوفلا كري إذن كلمة فيلا يواصف نصف صورة بأنه فيلا يعني أنه قبيح إذن لوفلا بورتان شرير دو بورتان شرير مين بارطان كلاير لوفلا بورتان شرير مين بارطان كلاير إذن لوفلا كما نقول إنسان شرير مين بارطان شرير هذا القبيح أو هذا الشرير أنه يحمل طربوشا يحمل طربوش خاص بالمطار حتى عندما يكون الجو صافي عندنا هنا حتى بالوقت الواضح ولكن المقصود هنا حتى عندما يكون الجو صافي نقول الآن سي لو في لأسرار سغيره لأسرار سغيره نتحدث عن القبيحة التي لا يتحدث عنه أحد سير من الأسرار التي لا يتحدث عنه أحد كمان نتحدث عن سير من الأسرار السيء الصغيرة التي لا يتحدث عن أحد ثم عندنا كلمة جوتا جوت إذن نتكلم عن نقطة بنقطة جوتا جوت نقطة بنقطة نحن نتحدث عن نظام سقي يسمى جوتا جوت إذن نقول مثلا إل فميو أغوزي كوبيزمان كدان أغوزاج أو جوتا جوت إل فميو هنا عدنا لوفير فالوار ماشي فالوار عدنا لوفير فالوار إذن إل فميو كمان نقول بأنه من الأحسن إل فميو هو من الأحسن أغوزي كوبيزمان إذن من الأحسن السقي بغازارق كوبيزمان يعني بغازارق كدان أغوزاج كدان أغوزاج أو جوتا جوت من سقيين من سقيين أو جوتا جوت بالتنقية إذن هو من الأحسن أن نقوم بسقيين بماء غازير أن نترك الماء يسقي مثلا هذه الأشجار بشكل متدفق كذا نغذج أحسن من سقيين أو جوتا جوت بالتقدير ربما هناك أشجار يستلزم سقيها ماء كثيرا بدلا استعمال جوتا جوت التقدير نقول الآن الأعقلية العقلية توجد السممي أحسن من سبيل أو جوتا جوت الأعقلية العقلية العقلية توجد السمم بشكل متدفق تمرغم سقي أحسن الشأن أحسن الغرغم أنه يسأل الغرغم و س你在 وحسن الماء سبيل مهاتفا مناطقل النقطات مناطقيل البيئة بالكثير surface هل يفعل التنمية مع آخر السبب على ي Eigاري LT أو اسطيما نعملنا ندام الضغطير إذن؟ المترجم الدولار اتشاركات الهيئة اتشاركات الهيئة اتشاركات الهيئة يوقف عن نقل اتشاركات الهيئة اتشاركات الهيئة نقول متلا المصدفين النشوانية و الم يعني النشوانية ليس ليس بر row düşün المختلفات التي يقولون دائما متساوية. ليست دائما متشابهة. هي ليست دائما نفسها. نصح التعبير. المفاهيم. نتكلم عن التصورات. هنا نتكلم عن التصورات. هنا نتكلم عن المفاهيم الجنسية. نتكلم عن شخص مثلا انه يأخذ جنسية بلد اخر. ثم نتكلم عن المواطنة. نقول عن شخصين مثلا بانه مواطن ينتمي لهذا البلد. اذا هاد المصطلحين اذا لهم مفاهيم مختلفة احيانا. نقول مثلا ستكولكسيون اكزيست توجوه اكونتي دوننبو تكست دو فالر. اذا هاد المجموعة اكزيست توجوه انه لا تزال موجودة. كمان نقول بانها توجد دائما. نقصدونا بانها لا تزال موجودة. اي كونتي دو نوبو تكست. ثم مثلا ,es enfants representent environ le quart des victimes . الأطفال يم体لون تقريباً ربع الدار . مثلا فonenفع مليما Les enfants representent environ le quart des victimes . الأطفال يم体لون represent environ le quart des victimes . نقول مثلا . لقد كان في ذلك الوقت كانت الواحدة مثلا أو كانت ساعة ثم عندنا كلمة إذا نتكلم عن ساعة كبيرة نقول مثلا أستعمل ساعة ناطقة تأتي من الواحدة في التكلمة أستعمل ساعة ناطقة بالنسبة للمكفوفين بالنسبة للأشخاص لدينا لا يراون بالنسبة للمكفوفين نقول مثلا فسيل أتلزي رصمبل أينغلاج ميكانيك تخاديسيونال إذا سهل الاستعمال فسيل أتلزي هذا الشيء هو سهل الاستعمال رصمبل أنه يشبه رصمبل يشبه أينغلاج ميكانيك تخاديسيونال أنه يشبه ساعة ميكانيكية قديمة كما نقول ثم عندنا لأغلاج كونت لأغلاج كونت إذا نتكلم عن الساعة أنها تعد لأغلاج كونت في العدة نقول مثلا لأغلاج كونت أربوغ لأغلاج كونت أربوغ يافيش دي 10 ساعة ميكانيك تخاديسيونال لأغلاج كونت أربوغ الساعة أنها تعد تنازليا نتكلم عن كونت أربوغ إذا نتكلم عن العد التنازلي يافيش ثم أنها تظهر ماذا تظهر؟ دي 10 ساعة تظهر عشرات التواني كونت الباقية العد التنازلي دائما الساعة تظهر ما تبقى من الوقت إذا عندنا هنا لأغلاج كونت أربوغ إذا الساعة أنها تعد تنازليا يافيش دي 10 ساعة ثم أنها تظهر عشرات التواني المتبقية نقول مثلا أبار تغدولا انطلاق من هنا لأغلاج كونت لمنوت لأغلاج كونت لمنوت الساعة تعد الدقائق إذا انطلاق من هنا الساعة تعد الدقائق ثم عندنا إني تيام بلي إني تيام بلي المقصود بها هنا أنه لا يتحمل بعد لم يعود يتحمل من هشي إني تيام بلي طبعا هنا نتكلم على لوفير تونير يعني فعل قبضة كمنا نقول نقول مثلا هنا أنجور إني تيام بلي إذا في يوم ما لن يعود يتحمل إذا في يوم ما لن يعود يتحمل إذا في حد نار ما غير يبقاش يتحمل أنجور إني تيام بلي كما قلنا هنا عندنا لوفير تونير أنك تقبيد بليد ون يعودنا معنا مجازي إذا في المقاطب jo My facebook конечно إني تيام بلي إني تيام بلي إreno إلي. وليان يتحمل إني تعمل إني تيام بلي تم يعتبي تم يعتمؤ بي إذا إني تيام بلي إني تيام بلي إني تيام بلي إذا نتكلم عند ديل نقول مثلا ممكن ألتقي تصورة فأكتب تحتها يعني في المطار في الصف أنا موجود في الصف لأخذ دوري نقول مثلا أتحدث عن طائر من الطيور أقول عنه إذا نتكلم عن المنقار ثم ديله إذا هما نسبيا قاصرين نتكلم عن المنقار ثم نتكلم عن الديل نقول عنه بأنه هما نسبيا قاصرين لو بيك إلا كهو سن رولاتف من كور كور يعني قاصرين ثم عندنا كلمة أبوي ثم عندنا كلمة أبوي فعلنا بح نقول مثلا إلا كلمة أبوي أنتم لا تسمعونهم فالغالب ينباحون وبهذه العبارة ننتهي مع هذه الفقرة نلتقي في الفقرة القادمة إن شاء الله مع النص إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر